جام اسمايل ومشاكل كبيرة جدا جدا. وعشهرهم طبعا توم كروز. توم كروز وفي اتنين جايين مهمين جدا. توم كروز كانت مشكلته كبيرة جدا. يعني يعني برضو انا في رأيي انه لو عملها هنا في مصر هيعملها احسن. ثم كريستيان ورونالدو. كريستيان ورونالدو كان من اشهر اللاعبين اللي اسنانهم. على فكرة السورة دي مش باينة اسنانه اول عالشمال. السورة العالمين مباينة اسنانه اللي جيدة دلوقتي. لكن عالشمال. لأ. كريستيان ورونالدو. شوفوا قد ايه الفرق. تحسوا انهم اتنين. قد كده للسنان بتلعب دور مهم. اكيد ضيفي العزيز سيحكي لنا هذه القصة. النهاردة طبعا اليوم الممتع مع ضيفي صاحب طبعا الداع في عالم طب الاسنان. واحد من الناس اللي حملوا على عاتقهم بناء العصر الجميل لطب الاسنان والشهرة الرائعة اللي خدتها ايادات الاسنان الموجودة الان في مصر هو له دور مهم جدا. واكيد واحد من عوامل نجاح العلاجية في المجال ده. في مجال طب الاسنان. ضيفي العزيز الممتع دائما. الممتع دائما. سيد دكتور نور دين والسقر. تجميل الاسنان بالذات. اول خطوة الحالة لازم تاخدها هي انها تروح لدكتور تجميل الاسنان. دكتور تجميل الاسنان هو اللي عنده الأدوات والفجن اللي تقدر تحول من الشكل اللي مش مزبوط لشكل جمالي متناصب. ده اجراء مهم جدا. ده حاجة في وشي. احنا بنتعامل دايما كده عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والاسنان جامعة القاهرة. تخصص في مجال تجميل الاسنان. عضو الجامعية الامريكية لتجميل الاسنان. عضو الكونجرس العالمي لزراعة الاسنان جامعة نيويورك. سبحانه الرحب بصديقي الغالي المبدأ دائما لستوز الدكتور نور الدين مصطفى. اهلا بيك يا دكتور. وحشني. والله هو انت وحشة جدا. الناس بشوفنا كل اسبوع بقى سحنا وحبنتفلش كل اسبوع. الحقيقة انا عايز ابدأ معاك الاول بالنقلة الرائعة اللي وعيته يا عمراته في الفترة الاخيرة في سياحة العلاجية في طب الاسنان التجميلي في الزراعة في فرقه كتيرة. انا عايزك تكلمني على النقلة الاول قبل ما ندخل بقى في برانش التجميل. او طبعا انت لو تفتكر احنا اقول ما بدأنا مع بعض بقالنا مكتر من عشر سنين. اه كان الهدف عندنا ان ننقل الوعي عن طب الاسنان كل الجديد اللي فيه. ولما بدأنا مع بعض كان معظم الناس لما بتفكر تعمل اسنانها سواء في الدولة العربية او في مصر بيفكروا في برة مصر نفسها. احنا كان دورنا ان احنا نستقدم احدث التكنولوجيا في العالم ونوفر الفرق الطبية لان التكنولوجيا العالية دي محتاجها فرق مدربة على الاعلى مستوى. فكان لازم نجمع الاتنين مع بعض. علشان نبدأ ننافس البلاد دي في الاول ونثبت ان احنا الشغلة عندنا اعلى والنتاج عندنا اعلى. لغاية دلوقتي مقت البلاد دي نفسها. بيتي الحالات بتجنى منها. ام. يعني على على اعلى مستوات. لو كلمنا على الولايات المتحدة الامريكية رأ بيجنى حالات منها. المانيا. انا بنكلم على البلاد بتوفر تكنولوجي وعلم. ام. المانيا السويت سويسرا. وطبع للمنطقة العربية. طبعا للمنطقة العربية. كانت بتتجه البلاد تاني برة المنطقة العربية. كان لبيروح الهندو بيروح الهندو. الفيلبين وطايلاند وتركيا كل ده خلاص بقى الحمد لله الحمد لله بقى بقت مصر الوجهة الاولى للعلاج والتجميل وخلينا نسبق دايما العلاج بالتجميل يعني اكتر من التجميل كان عايز ابدأ بالتجميل الاخطاء اللي انت شايفها دلوقتي بقت شائعة في 2020 اللي انت شايفه ككونكلوجيا نعم على اخطاء التجميل اللي ممكن برضو خلت انه يعني زي ما اقوله الابداع اختلطة ب يعني الاجتهاد مش جيد خلينا نتفق ان تجميل الاسنان بالذات كفرع يعتمد على موهبة الدكتور والموهبة اللاب اللي هما الانتجريشن مع بعض لان في الاخر التجميل حس وزوق وعلم تلتة مع بعض بس خلينا نتفق ان لو عملت كلية فنون جميلة وناس اتعلمت فيها مش طالع دافينشي هو لازم يكون في الاساس عنده موهبة التجميل عشانه بعنده الحس والزوق اللي هيعرف يصمم بيه الابتسام فيها جزء كبير علمي في التصنيع علشان تطلع المنتج في الاخر فنيا او في التكنيك يبقى سليم لكن كتجميل الاند ريزلت في الشكل والشيب واللون والحاجات دي لا دي دي تكوينة ليه علاقة بمهارة او مش بمهارة بموهبة الفريق الطبي اللي شغال علشان يطلع لي منتوك في الاخر جمالي طبعا احنا الفترة اللي فاتت يعني ناس كتير زي اي زي احجي بحصل فيها ترين بيبدأ يتدخلها بعض الناس اللي غير متخصصة فيه فبدأنا نشوف نتائج مش مزبوطة انت نفسك هتسمحها من الحالات الحالة اللي عملت تجميل ومش موصوطة تقولك والله انا عملت تجميل وبقى عندي وبقى اتدحكتي مش حلوة وفي بعض الناس اللي نفسها تعمل تجميل وبدأت تخاف تقولك السنة خايف اطلع زي فلانا السنة خايف هيحصل لي المشاكل اللي هي شافتها طبعا لازم نتفق ان المشكلة الاساسية نبع من حاجتين نبع في الاساس من الحالة نفسها ان الحالة لغاية النهاردة ما عندهاش الوعي الكافي لاختيار دكتور تجميل الاسنان السليم الحالات اللي اما بتتشد يعني احنا في بنامج تلفزيوني تمام انا ممكن اطلع اقول لان انا اعظم دكتور تجميل على القرى الارضية وعندي احدث حاجة في العالم انت فين مصدقني ازاي يعني ايه الحاجة اللي لازم تصدقها انك لازم الاول تسأل على الحالات شوف الحالات نفسها الفيدباك بتاع الحالات نفسها بقى موجود على السوشيال ميديا الحالات نفسها انما انا بستغرب جدا حالات بتروح لدكتورة ما سألتوش انت عملت ايه قبل كده فانا اسف لو عملك اي حاجة هو مش مسؤول يعني انت في الاخر اللي اخترتي غلط انا مش شغلق يعني انت عارف لو حد جيه قالوله يلا هنخليك توم كروز خد خمسين مليون جنيه دلوقتي وانزل مس هيقول لهم لا يلا ده الفل يلا بينا يلا انا اه انت اللي عرضت علي خدل خمسين مليون انت اللي عرضت انت اللي جايلي برجلك فانا فانا دايما بلوم كل الحالات تكسم الغلط اللي حصلت مش عارف دكتور انا حالة جايلي وانا بيعمل لي تجميد هيقول لها لأ يلا نعمل انا قد دينا بنتعلم بنتمرن هنشوف ايه هنشوف النتيجة مع بعض لكن فاليقول للرسي لأ الزب في ناس كتير بيجيلي عملت سنانها اقول لها تب حديك الحالة يعني روحتي اخترت الدكتور بناء علي والله شفت يعني الانتريع عنده في البداية شكلها حالي في العيادة شكلها الليفنج عنده حالي لا بجد والله في حالات بتختار مش بالاساس العلمي بتختار بالشيب طب حيك شفت الحالات اصلا موها مش حاتت حالات على الصفحة بتاعت طب حيك مش حاتت حالات روحتي له ازاي لا وفي ناس ده حاجة تانية بقى ده موضوع تاني انا حبت حالات جايبها من على النت بتاعت حد تاني هنا بقى لازم اتأكد ان الدكتور ده فعلا دكتور تجميل وانده حالات في ناس في ناس بتعمل حاجة لطيفة جدا انا بتطلع الحالة مع نفسها وده الصح يعني اطلع بحالتي لا بالزبط ما اطلعش بقى صورة يعني ممكن اطلع صورة اه بس اطلع بحالتي خد بقى فيدباك بقى من الحالات بتاعتك وحطها خلي الحالات اللي تتكلم اطلع بحالتي تشوف اطلع بحالتي بزبط اصور فيدباك اه اشوف معل فكرة ده ده موجود برا يعني العالم كله العالم كله الدكتورة تقدر التجميل بالذات المشهورة بيصور فيدباك الحالة وهي قاعدة في الكلينيك الاسنان ما فيهاش الخجل من انا رحت عملت لا ده عادي اه يعني انا مش مثلا هي مش هيرنية مش فت ولا مش حاجك كسف منها مش حاجك اه انا كان عندي مشكلة في اسناني زي ما عندي مثلا السناني مع وجه رحت عملت تقويم حاش بيخبي لا عندي تساوس رحت حاشير نجوم هم كلهم التجميل خلاص بقى عادي ده بقى يعني بقى حاجة احتياج محتاجه هعمله فمفيش عيب ان انا والناس في الفيدباك عادي جدا بتقول له احنا حابين حاجك تقول لنا ايه تجربتك عشان الناس تتعلم بيرحب جدا وبيقول التجربة بشكل صريح وواضح قاعد قدي فيه ناس عندنا على فكرة عملت تجميل قالت انها عملته في 3 ايام وفيه ناس قالت انها عملته في 3 شهور وده صح وده صح يبقى هنا يعني ولا انا ما قال ان انا طلع على الناس اللي بتقول 3 ايام عشان اضحك على الناس وقلهم كل التجميل بتعمل في 3 ايام ولا بخاف ان الحالات تطلعتون احنا قدنا 3 شهور لان معناها ان احنا تعبنا معاها واكتهدنا عشان حالتها تحتاج حالتها كانت تحتاج كده جاية كانت عاملة سنانها وكان فيه مشكلة كبيرة اتعاملت بشكل مش مزبوط بدأت تأثر على عدم السنان السنان بدأت تتلخلخ وهتتخلع فانا هنا دوري الاول ان انا ارجع السنان لوضع صحي والانسجة الدعمة اللي حواليها وبعد كده ابدأ اجمل موضوع الاستعجال بقى يلا نجمل ده انا ضده تماما انا مش تقلش التجميل الا اذا كانت الحالة خلاص مؤهلة بشكل كامل انها تبدأ في اجراءات التجميل انت بجاوبتنيش على سؤال الغالي دوري فعيش عشرين عشرين انت انا متعود دايما انت بتعمل فهرس كده جمعي للاخطاء الشائعة لتجميل تماما يلا احنا عندنا صور نبدأ نستعرضها كده مع بعض ونطلع من كل صورة كانت ايه الاخطاء التجميلة اللي فينا والله وحشني ايه وحشني بقى العب العب يا باش الديني يلا بينا اه اول صور احنا دقيق خلاص احنا خلاص قلنا ان ايه ان لو الحالة اخترت صح يعني دايما المشاكل بتبقى في اختيار الدكتور طيب لو اخترنا غلط بقى هنبدأ هنشوف بقى ايه كل المشاكل دي زي ما حاك شايف ده تجميل انت شايف اللي فوق ده دي واحدة عاملة اسنانها هل ده تجميل هل الاسنان اللي فوق دي معمولة بشكل جمالي لا ليه مرصوصة رقم واحد مفهاش اي نوع من انواع الحياة اه تاني حاجة الاسنان كلها طول بقى يعني الناب طول السنة اللاترال طول السنة السنترال حد جاب سكينة كده وقام الماتيريا النفسها تكنيك المستخد بالزبط كده انت اول ما هتشوف الحالة دي هتقول انها عاملة اسنانها يعني اول ما هتيجي على السنان دي هتقول السنان دي معمولة ليه لان الدكتور اختار مواد غلط عمل ديزاين مش مظبوط الاتنين ال ال اسناء بقى التكنيك ده انا بسميه تجميل البلوكات يعني ايه تجميل البلوكات احنا عندنا طريقتين عشان الناس تبقى مستوعبة بقى التجميل بتعمل ازاي احنا عندنا طريقتين في تصنيع القصور التجميلية والتجان التجميلية او الكراونز او التربوج اللي هو التجميل عامة فيه طريقة البلوكات وطريقة الهند ميت طريقة البلوكات ان هو الجهاز بيعمل ديزاين والجهاز بيقوم خارد بلوك يتاخد البلوك ده بعد ما يدخرد يخش الفرن يتحط الحالة حضرتك بقى رحت عملته حد قريبك راح عمله حد صاحبك راح عمله طلعه نفس الشكل نفس الديزاين نفس الأوتفت في الآخر كأنك بزبط رحت الحاجة بتصنع للناس كلها هتاخده وسع عليك شوية لا دا يعليك شوية مش مزبوط مش بتاعك تمام؟ وما فوش التفاصيل التجميلية فوش ديزاين فيه تجميل بقى الهاند ميد هاند ميد يعني ايه؟ يعني حاجة ده مش بلوكة أصلا ده بيبني طبقة على طبقة على طبقة ويفضل يخش فرن ويطلع يتعمله طبقة قاد تاني زيادة لغاية ما نوصل للتفاصيل في الآخر اللي الدكتور رسمها لك نشوف الصورة تاني ما هي دي كلام الصورة تاني اللي هي التحت بقى عينة بقى تروح للتحت لان اللي انت قلته ده بقى هو اللي احنا نتعمل تحت الصورة التحتانية دي اهي بص بقى تفاصيل السنان تحت عاملة ازاي؟ الطول مختلفة الأطول مختلفة؟ لا التكتشر نفسه بتاع السنة الجزء الشفاف لا اشترح لنا ايه تكتشر؟ حلو تكتشر ده اللي هو ملمس سطح السن مش مش حاجة عاملة زي البلاطة وتلزعت على السنان لا السنان دي لو انت كبرتها قوي هتلاقي ان فيها التمويجة بتاعة السنان الطبعية فيها خطوط في سطح السنة حتى بتعكس الضوء بتعمله الناس اللي درسها تصوير فيها اسمها سوفت بوكس السوفت بوكس ده لما الإضاءة تنزل من الفلاش مرة واحدة بتعمل اسمها لاسعة تلزع لا السوفت بوكس ده بيطلع الضوء سموث فبالتالي ما تلاقيش الصورة لاسعة هنا التمويجة اللي جواه سطح السنة وان هي طبقات فبتتفاعل مع الضوء زي السنان ربنا خلق انا دايما نقولها في حلقاتنا القديمة ان دايما السنان اللي ربنا خلقها لما الضوء بيقع عليها بتعمل ثلاث حاجات بتمتص جزء وبتعكس جزء وبتعدي جزء كل ده بنسب معينة لان خبالك الإزاز بيمتص جزء وبيعكس جزء وبعدي جزء بس اللي بيعديه أكتر بكتير عشان كده او شفاف المعادن بتمتص بس وتعكس ما بتعديش عشان كده ضل في بعض المواد اللي حتى ما فيهش معادن زي نوع من النوع الزيركونيا مش كل الزيركونيا طبعا بتبقى ضل ما بتعديش الضوء فبالتالي استخدامي للمواد واختياري لها كأنني بفصل لك القماشة اللي انا هاخدها اللي تليق عليك فبالتالي انا عايز اول حاجة ايه اضحك على العين وبالك الناس متخيلة ان فكرة ان انا عامل سناني انت عملت سنانك اصلا ده غلط فكرة ان انت عملت سنانك ده مش مظبوط الفكرة ان الناس تقولك سنانك حلو انت عامل فيها حاجة يبقى شاكك من جواه ان انت عامل هو فاكر انها سنانك دي مرسوسة قوي هي مرسوسة قوي اه حلوة بس 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 هو شاكك انت عملت تقويم انت عملت تبيض انما فكرة ان انت مركب دي دي فشل الدكتور وفشل الحالة اللي استلمت السنان ومشي بيها فلازم نكون مركزين جدا ان التجميل في الاخر هو خلفية ليا يعني دي دي انطباع حلو عني لكن ما بقاش هو متصدر للمشهد لا باللون ولا ان يختف عيني بالشكل اللي مش مظبوط هو في الاخر لازم يبقى متناغم او في حالة هارموني مع شكلي مع لون بياد عيني مع حجم وشي مع طوله عرضه المسافة ما بين قليلين حجم الانف الويدنس او عرض الابتسامة بتاعتي كل دي معادلات الدكتوري التجميل بيبقى واخد بالو منه وهو شكلي اطلقلك بقى دكتوري ان السنان الجواية تي حاجتين عاجبيني قوي في التصميم ده عاجبيني قوي على قدي يعني الحاجة طبعا غير اللي انت قلت كله ماذا كله عاجبني جدا لكن الاطراف الشفافة بتاعت السنان عاجباني جدا والفيمناين كاراكتر بتاعت الناب ده 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 كده انت دارس تجميل لان لازم لازم نبقى عارفين ان فعلا التجميل للراجل غير التجميل للست كل واحد ليه لين مختلف عن التاني تماما وعايز اقولك كمان ان حتى الكاراكتر يعني فيه بعض الوظائف لازم نبقى عشان كده احنا بناخد تحليل للشخصية اللي قدامنا نوع شغله ايه لانك ممكن فجأة تحوله من ان هو طبيعة شغله مثلا فيها سرامة او جدية تبدأ نفسها بتعامل معاه بتحس ان هو لا ده بالعربي كده كيوت فما ينفعش فانت لازم تبقى بتتعامل مع شخصية عشان كده ناس تسأل هندي ليه تسأل احنا بنشتغل ايه وتعلمنا ايه ووظيفتنا ايه زابط غير ممثل بالزبط غير قاضي غير مطرب اه انت عندك الوسط الطرى بيكون رقمه ليه بقى ليه بالذات المطربين يعني بيتوجهوا علينا بشكل كبير لان احنا بنشتغل تيكنيك اكتر من يعني التجميل لازم بس لازم في الاخر في اسمها فوناتكس المغني ده بالعربي اكل عيشوا الغنى الصوت فيه ناس بتروح تعمل سنانها بتيجي ما اطلافش تنتقى الحروف لا سين ولا شين ولا زين اعطلق حرفين طاعة او ثلاثة طاعة طب هو المغني اصلا شغلته الغنى الكلام فانت لو بوستله دي وقت لنا حالات كده باز اكل عيش لنا حالات مشهولة جدا السين راحت لا كانت حتى مخطر احترافيتها كانت بتقول كده انت بابزل مجهود شديد جدا عشان اغني صح بس اليوم اللي انا جيت عملت فيه سناني تاني يوم كان عندي حفلة مهمة جدا انا الاول مرة اغني بعد عشر سنين اغني وانا مرتاحة بدون ما بابزل مجهود فدي كانت شهادة نوع احنا الحمد للأ دينا نعمل شغل من اول يوم تقدر الفوناتكس او النطق عندك يبقى سنين طيب قل لي القول الفصل هل هي تكنولوجيا بدأت تضغى على الامور دلوقتي وزي من قوله هي اللي بتسير الاعمال واكيد مهارة الدكتور ما زالت موجودة بس كم في المية هتفضل مهارة الدكتور المية في المية هتفضل هي المية في المية هكي التكنولوجي مهمتها ان هي توفر وقت ومجهود لكن عمرها ما هتقوم بدور الحرفية والموهبة بتاعت الدكتور في التجميل خبالك انا بتكلم في التجميل تكنولوجيا لها ادوار كتير جدا في علاج العصب تساعدت الدكتور خلت رفعت من النتائج في الزراعة رفعت من النتائج لكن في التجميل التجميل ده لوحة خبالي هتفق انها لوحة اللوحة دي محتاجة موهبة ممكن اكون دارس كويس وطلع حاجات شكلها معقود لكن الموهبة الفزة لأ عشان تطلع تجميل يعني الحمد لله الناس دلوقتي بقى فيه شيب وشكل الناس عارفة ان ده بتاعنا ليه فيه بصمة الفريق الطبي والدكتور اللي شغلت ده 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 الفرق انا شايف السنة دي كده في السنة لسه ما دخلتش الفرن عشان تاخد شكل انه شايف فيها كام لون دي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ستة دي الوان كتير اوه سبعة تمام انا شايف سبعة ازرق وفضي ودهبي درجات من الالوان كتير اه ورماضي علشان اطلع سنة قريبة جدا من الاسنان الطبيعية احنا الاسنان الطبيعية دي بندرسها تشريحيا وتفاعلاتها مع الضوء طيب التكنولوجيا هنا فدتنا في ايه فدتنا انها خلقت لنا المواد اللي ما عملها بايدي ووزحها صح تدين الشكل الطبيعي الاسنان الطبيعية تمام بس بقى بالمواد دي لو انت خدت المواد دي المواد دي رصة كده تبدأ ترصه قدامك تملى التابل دي ومسيكهم كده في ايدك بس مش عارف هتعمل بيهم ايه ومش عارف الحتة الجمالية ما انا ممكن احط حتة شفافة تبقى عاملة زي الازازة كده في اخر السنة وشفناها او سنان صلد مفاش اي شفافية لا انا كل حالة لها الشفافية اللي تليق عليها بدرجاتها المختلفة برسمتها المختلفة الشفافية دي اللي انت كنت بتعلق عليها في اول لما شفت الصورة هي مش بتر بعمله لك وبعمله لي وبعمله لكل الناس لا اذا كل حالة ليها بدر كل حالة ليها اللوبز اللي تليق عليها في ناس يليق عليها شفافية زيادة وفي ناس ما يلقش عليها شفافية اصلا لما تبقى بغاد عيني تضل قوي انا مفاش اي وم حطيط له شفافية زيادة والشفافية لالخطوء اللي هي الخط اللي هي عاملة كده دي دي لا امش هي في الاخر هي الشفافية تيجي ان السنان في الطبعية بتتكون من دينتين وبتتكون من إنام الأهمينة بيتوزعوا الطريقة معينة في عيس ما لوبز و جروفز الاتنين دول مع بعض بيدوني بقى الشكل الشفاف الطبيعي تفرق من واحد للتاني ومن حلة ومن ست الرجل حيات كتير قوي تسمح لي أرجوك قبل اللي هي فوق شكلس دي مش بلوكات دي حاجة أصعب من البلوكات لا دي باتريال بقى تاني غير البلوكات يعني الأولانية شفت مشان الأولانية كانت بلوكات بص عب عليك ده عشر سنين عشرة ده أنا ده يعني ده نتاعتي جلدي زاركوني أمو فلأ طبعا كل واحد اللي حاسس جدا يعني معلش إنه محترمش خالص السيرفس بتاع السنة خالص يعني هو عملها سيراميك تمام دي أوحش بقى دي بقى اتدحك على ناس كتير خلال آخر خمس سنين وراحوا عملوا تجميل وتقلوهم إن ده إيماكس أو تقلوهم إن ده سيراميك ده بلاستيك مش هقوله كومفوزيت ولا ده بلاستيك آه مهو 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 حسيت إن ده عرف اللي عارف الإشاني بتاع الحمامات القديمة؟ لا ده أوحش إن ده بلاستيك البلاستيك ده بيتعامل بدون تحضير للأسنان خالص ودي برضو الحاجة التانية الغلط اللي هو الدكتور بيقوم قاية للحالة إن إحنا مش هنبرد السنين طيب حاك لزقت البلاستيك ده إزاي يا دكتور بيلزقوا الأول بيحط فوسفوريك أسد على السطح السنة عشان يأكل منها لأنه مش يقدر يلزق الكمفوزيت على سطح السنة السليم ففاهم الحالة إن هو ينفع البلاستيك ده يتشال من غير وتمشي السنة وتمشي بعد كده ده طبعا غلط بعد ما هتتشال التركبات دي اللي ركبها السنة بقت خشنة سطح المينة بقى كله بقى عام زي الإزاز المصنفر هيلون خلال إسبوع عشان تام فلازم تركب تاني ولازم تركب بالتكنيك السليم فرق بين اللي اتنين بص هنا لسه شكلها عاملة إزاي صحيا هنا الناس لازم تبقى فاهم حاجة إن التجميل رقم واحد حاجة اسمها بيولوجي رقم اتنين حاجة اسمها فانكشن رقم تلاتة إثاتيك الإثاتيك اللي هو التجميل يتقال تلات حاجة هنقولهم بقى بالعرب عارف لما يجي يقولك الأدب فضلوا عن العلم أنت راح تتعلم يقولك الأدب فضلوا عن العلم ليه لإنك مهما كنت متعلم لكن ما عندكش الرولز هتبقى إنسان منبوز التجميل مهما كان حلو وتغاد عن البيولوجي اللي هو الصحة بالعربي والفانكشن اللي هو الوظيفة بالعربي يبقى التجميل ده ملوش أي لازم يعني رحت عملت تجميل أزلي صحة اللسم أزلي صحة الأسنان أزلي صحة العظم بتاع السنان أعمل لي فراغات أعمل لي زو جمع لي الأكل مدام مدام جه على حساب الصحة يبقى زيره تمام الجه على حساب الوظيفة يبقى زيره يبقى أنا لازم في الأساس أنا شغال بعمل التجميل بتاعش إنها بعندي أسنان باكل بيها صح ومش مأسرة على لوظيفة السنة لا في النط ولا في الاحتمال ولا في الأكل وفي نفس الوقت الصحة العامة لللسا والأنساجة الدعمة سليمة ده التجميل الصح أي بقى مواد باستخدمها أي تكنيك باستخدمه في ناس متخيلة أنا هتروح عند الدكتور يحضر السنان يلزق السنان شكلها حلو هي مبسوطة حضرتك ده مهمة قوي 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 التحضير ده تعمل إزاي ده التحضير ده هو الأساس هيتعمل لي فينش لاين أو هيتعمل لي بالعربي كده حل جوه السنة تباد جوه الفينير أو الكراون بحيث إنه تبقى علاقة اللسا بالأسنان سليمة ما تخشيليش بقى بوايا الأكل ولا تبقى مفتاحة ولا عاجة حط ضفري على السنة تعلق فبالتالي الأكل هيخش أو بوايا الأكل هتعلق تعمل للتهابات في الليسا كل ده مش مصبوط التجميل يزبقوا تحضير صح بعد كترة متخصصة في التحضير لأنه عملية ضفيقة جدا هك ناس كتير جد بسنان شكلها حلو على فكرة جدا بس عملت مشاكل رهيبة للأسنان اللي تحتها الدكتور اللي حضر ده في جزء مهم قوي اسمه يوم اللازق يوم اللازق ده ما ينفعش وحلاج كتير جد قعدة شهر السنان بينها مقفول باللازق بوز اللسا وعملها التهابات واضطرينها نفك السنان ونعمل علاجات عصب ونعمل علاج نتيجة البوائي للازق اللي تحط بين السنان وما تشارش فالتكنيك نفسه مش سهل مش موضوع شكل بس لأ لازم أتأكد أن اللي بشرق لي ده دكتور متخصص في التركيبات علشان هيحضر لي صح علشان هيلزق لي صح فذكرت أن أنا باخد الشكل دي لأ ننساها خالص الشكل في الآخر هتاخده لو بتشغل مع دكتور متخصص في التجمين عايز نشوف في الصورة التانية احنا خلي بالكم أن كل صورنا حالات قردي معمولة تجمينية أي طبعا يعني احنا مش بنجيب حالة ده المستوى التاني حالة تقريبا الحمد لله الحمد لله بنشكر أو زي ايه فاكر جمعة شوال لما نشكركم على حسن تعاونكم خلال احنا الحمد لله معظم الناس بنشكر على حسن تعاونة اللي عملوا شغل مش مظبوط في الآخر الناس بيتعارفة ان هو مش مظبوط فبيدوروا على اللي بيعمل مظبوط ولا ندعي أن احنا المركز اللي بيعمله يعني بس هو يعني احنا مركز من المركز المهمة جدا في الوطن العربي اللي عندها القدرة على تصليح الأخطاء برضو ده معمول ده بلوكات ده بلوكات وبعدين فيه جامل سمايل متروكة ما تعدلت ما هو ما هو انت لازم تروح لدكتور لا ابتسامة لأساولية افضل لك تاني لازم تروح لدكتور تجميل يعمل لك سمايل أناليسز يعمل تحليل الابتسامة عشان يطلق يعني هو كده ما جملش حاجة ما عملش اي حاجة انا رأي نوع شويها لان هي كانت سنانها قبل اصلا كانت حلو والله هي رأي حتعمل تجميل عشان تاخد أد فاليو تاخد لون أسنان حلو كان نفسي نشوف الصورة الأولانية جب لينا الهيستوري يعني جب لينا الصورة الأول ولا ما عندها شيء الصورة الأول لا أفيه صور كتير لا الأولانية يعني أقصد قبل ده قبل ما تعمل خالص مانا رحقتش اشوفها في المداب الخاطر يا جهالي كده والله لسه كانت متبهدلة طبعا وشكلة بص السنة يعني تحسها كل كيعة كده أقول لك برميلية الشكل برميل انت شايف قدامك برميل وصيب بقى الجزء الشفاف نازل بهدوء إزاي والسنان طولت شوية بص هنا بقى بص السنان بص الشفاف محتاجة تطول السنان طبعا كانت السنان شورت الحركة بتاعت أنت عبارة السنة مربعة فيها حاجة اسمها في التجميل المستطيل الزهبي المستطيل الزهبي غير الجولدن بروبورشن هو مبني على بعد الجولدن بروبورشن أو نسب الزهبي المستطيل الزهبي السنتين اللي في النص دول بيعملوا مستطيل الزهبي مع بعض وده أحلى شكل جمالي اللي هو تبقى عرض لسننا لطولها تمانية من عشر الاتنين مع بعض بيدونا شكل عينينا بتحب هو ربنا خلق في الكون المجرة بتاعتنا ماشية مع النسبة الزهبية الوردة الحلز كل الحاجات اللي بتريحك جماليا وعينيك بترتحلها هي مبنية على النسب الزهبية بس احنا بنعدل فيها اللي يتناسب معك يعني بنشوف انت شكل وشك وطوله وعرضه واخد أنهي أقرب نسبة وبنشتغلك عليه لأن حتى ما بقيتش نسبة الزهبية لكل الناس لأ بتختلف من وش الطبيعي من من شكل وش الوش التاني الويدنس بتاع الاسميل برضو داتة كتير قوي هي اللي بتخلينا نقرر احنا نختار أنهي النسبة يعني تليق عليك نشوف فيه واحدة فيه صورة أنا شفتها فيه غلطة في التجميل الاتنين غير بعض اه أنا شفتها من شوية اللي قبل اللي قبل اللي قبل اللي اتعارض اه يعني دي أصلا نختاره كان هنا الدكتور مختار كمان المادة غير الديزاين غلط المادة نفسها بورسلين بورسلين مبنية على قواعد معدنية هي دي سنة غير دي خالص خالص يعني المفروض الاتنين اه لو فيه بس دي حاجة ودي حاجة تانية خالص يعني رسمة السنة دي ما نومش علقة ببعض اه المادة نفسها دي مبنية على قواعد معدنية مهم فلو حتى كانت معمولة حل هتعرفها وهتبان لانها بترفلكت كل الضوء مهم ما فيش اي ضوء بيعدي منها وبعدين دي مش نبات اللي كانت معمولة قبل كده دي مش ناب يعني هو كورة لا هو فيه خلط ما بين الناب والسنة بقيت برضو شاطر في المسائل دي انت بيت عزيلي عايزك تقول لي طيب هل كل حالة انفعلها هند ميت طب لو هي مش تحجيلة ما انت بيجي لك حاجات حالات تقول لك انا الوقت وفرحها بعد بكرة و يعني الوقت انا مع فكرة واحدة حتى لو تاخد وقت اطول الهند ميت هو الطبيعي وهو الطبيعة فلو حضرتك النهار ده عندك فرح ما انت بتوادي تعملي في الفستان بتاعك بالاسبوعين ثلاثة ادينا اربع خمس ايام مش اكتب يعني ادينا في التصنيع اربع خمس ايام لانه هو فعلا مجهوده مش طبيعي انت بتبدأ تدخله مراحل كتير قوي وبتبنيه طبقة على طبقة وبعد ما بتبنيه خالص بتبدأ بتعمل فيه عشان تديله العرف لم يقولك التنسال ده هينطق التنسال ده هينطق يعني فيه ادق التفاصيل لو عنده كرمشة هنا عند العين بتبين عنده الحاجات الدقيقة دي بعد ما بنخلص الكيس خالص بنقعد نرجحها وبنقعد نعمل في الأسنان التموجات والتعريج اللي تديها الشكل الطبيعي فبياخد من هنا وقت الوقت ده لي كنت مش لي انا يعني احنا بنجتهد وبنبزل مجهود عشان الحالة فبلاش مدام انا هعمل تجميل انت ممكن تستني على الفستان بتاعك اسبوع اسبوعين وهتلبسين مرة وترمين لأ انت حضرتك التجميل ده هيفضل طول عمره في وشك كل يوم بتصح من النوم تبص في المراية لتتحكي دي حكا حلوة تخلي يومك حلو لاما تقودي كره نفسك ان انت عملت تجميل مش مزبوطة ده طبعا ما كانش تجميل ده ده احنا مستمين بقى الكيس ده كيس دي كيس دي كده جاية بقى يعني عندها السنان مش مزبوطة صعبة قوي دي شوف بقى السنان اللي تحت دي في الصورة اللي بعدها بقت عاملة ازاي عشان احنا موضحينها اكتر بقى السنان اللي تحت الواحدة بقى السنان مرسوسة ازاي السنان اللي تحت دي اصعب سنان ممكن ترسها وتعملها عادة لانها اصلا حجمها صغير عشان تعمل الحروف بتاعتها رفيعة كده ده بيبقى التحدي الحقيقي للدكتور معظم الحالات بالعربية كده بتتفقس من السنان اللي تحت احنا هنا السنان اللي تحت اللي يمكن بص بقى هنا نقطة الشفافية متوزعة ازاي انت شفت يجي ستة حالات مش هتقل ولا حالة توزيع النقطة الشفافة فيها نفس الشكل ولا حجمها نفس الحاجة كل حالة وليها ستايل معين وطبيعة معينة وعلى فكرة احنا شفنا انواع مختلفة من الماتيريا يعني مش كل الماتيريا اللي حنا شفناها واحد التعامل مع الماتيريا الاختيارة المهمة تكون بتختار الماتيريا بتعدي الضوء بالشكل الطبيعي اللي بتعمله الاسنان الطبيعي لو قدرت تستخدم المواد دي والطواحة تعمل بيها التجميل بتاعك هيطلع التجميل بتاعك بيرفكت ان شاء الله قول لي بقى التلغراف النهائي اللي زي ما يقولوا ايه حتة الفنضام الأخيرة عشان الناس متوهشي وفي نفس الوقت يعني ايه تجميل الطريق الأمثل بتخورش فنضامة كده فيها أنا أنا كراجل بدور أو سيت بدور على التجميل من حقي ان انا اخد وقت مع نفسي ادور على الدكتور دلوقتي السوشيال ميديا مليا كل الناس عندها الصفحات بتاعتها اخش انت في الاخر الـ end الـ product بتاعك اللي انت عايزه ايه سنين حصلها تجميل يبقى اخش اشوف الدكتور حطت كم حالي التجميل لان اكيد لما واحد حطت حالتين او تلاتة غير واحد حطت الفين يبقى ده اشتغل اكتر من الفين حالة ده اشتغل حالتين تلاتة اللي عارف يطلعه تمام فاكيد ما ده حالة يعني في دكتور عنده الفين وثلاث تلاف وربعة تلاف وعشرين الف حالة تجميل فهو قريدي عنده من الخبرة اللي ياخد الحالة بتاعتي يوديني لطريق الأمان ما اروحش بقى ايه اناقي بقى الدكتور ده كلامه شكله حلو كلامه وهيديك كلام هو هيديك سنان في الآخر دور في الآخر انت زي انت النهار ده جاي تعمل بيت او جاي هتفصلي فستان بتعودي عصوري الدنيا كده عص عشان تنقي بتقولي الله ده 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 لكن عمرك ما بتروحي لستايلست او لمهندس ديكور علشان طلع في برنامج قال كلمتين حلوين بشوف شغله فبعد اذنكو اشوف شغله اشوف اللي فيه بتاع الحالات اسمع من الحالات اه دايما انا انا دايما بقول ان المشكلة في الآخر عند الحالة اللي رضيت تروح عنده دكتور مش متخصص في التجميل والدنيا نتائج مش مزبوطة دايما الناس تفهم انه تجميل الاسنان مش قضية بس مرتبطة بالتجميل النهار ده انه لازم وانا بعمل تجميل اراعي اوي الوظيفة والصحة اراعي اوي الصحة البيولوجي 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 الاند فانكشن اشوف اللاثة مدغطش عليها معملش فيها التهاب اشوف فرقات اشوف العلاج معملش تجميل وعندي علاج جزور تحت الدنيا بايزة خالص وفيه بوكت هيتكون وفيه خرج هيحصل يبنى من برها الله الله وجوه يعني الدنيا بايزة والله صح كده اه والله تنور تاني واسعد تاني كالعادة انا شربت بيك ادو حبيبي حبيبي والله ضيف العزيز لسد دكتور نوردي المصطفى طبعا يعني عضو جمعية دولية لزراعة الاسنان بجماعة نيويورك والمدرب المعتمد لجمعية دولية للتصوير الرقمي وطبعا متخصص تجميل الاسنان وتركيبات التابتة ابدع كعادته في واحدة من مرجعيات التجميل الهم جدا المبنية على انه ربما يكون التجميل ليس تجميلا ولكن تقبيحا واعادة التجميل هي ابداع لانه الانسان بيبقى احيانا يقول لك ما انا تمام كده هعمل ايه تاني ما كفاية الكارسة اللي انا فيها ما يمكن هعمل كارسة اكبر لكن ساعات الامور بتختلف تماما زي ما شوفنا خليكوا دايما بعد دور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة